ازا اعجبك الفيديو يرجع عمل لايك وشير وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا اتساني بكم. معكم احمد علي وحلقة جديدة وعالم اسرور التقنية. مرصد بانولا في بعض الناس كانت تكلمتني على بانولا وقالوا لي اي رأيك فيها? طبعا الاسم غريب شوية قويق. مش عارف طبعا مين اللي عمل المناصدين كان مصري ولا ليه اختار اسم بانولا ممكن يكون لها معنى تاني في اللغة زر اطالة. مثلا ولكن خلينا في المهم. النازل بتقول ان بانولا هي نفس شركة كوتكس يعني كوتكس هي اللي عمنا بانولا بحيث ان يبقى في شركتين في سوق بنفس الادارة. ولكن اتوصلنا مع كوتكس يا اخوان انتم بانولا اللي تابعكم. قال لك لأ قال لك لو تابعنا هنقولها يعني يعني مش هنخبي. آآ والقصة حصل فيها بس لابس لان الناس اللي هي كانت آآ القادة او اللي هم المروجين لكوتكس كان هم اللي ابتدوا برضو نفس الناس دي تتكلم عن بانولا. وده شيء عادي يعني انت لو هتتكلم عن الناس اغلب اللي بيتكلم عن بانولا هتلاقي اتكلم عن بانولا هتكلم عن كوتكس هتكلم عن اي كيو اوبشن هتكلم عن عن فده عادي يعني بس فيه هتلاقي مسلا ايه? حد بيفضل منصة دون عن بيت المنصات. طيب ايه 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 رأيك في بانولا 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 بما انها جديدة فهي هتحاول انها تاخد حصة من السوء هتاخد حصة من السوء ازاي? يعني مسلا عندك المكافأات نزلة بتسعين في المية على اول اداع ليك بتاخد المكافأة ما ليكش انك تسحب المكافأة لكن ليك انك تسحب الارباح اللي انت محققها عن طريق المكافأة بمعنى انت لو حطيت مسلا مية دولار فيها هيبقى التسعين اه اللي هي المكافأة فهيبقى عندك رصيد تداول مية وتسعين ولكن فعاليا لما تيجي اه تسحب هتسحب الارباح ولكن التسعين دولار اللي هي اه انت واخدها كمكافأة دي مش هتتسحب يعني انت هتسحب ما يترتب من ارباح التسعين دولار ولكن التسعين دولار نفسها مش هتسحب عشان تبقى فاهم الوطن. بالنسبة برضو للاداعة لو انت دخلت على الاداعة هتلاقي انه هو تقريبا نفس برضو اللي موجود في كوتكس مفيش فرق كبير باينانس اتصالات فودافون اورانج كاش وطبعا احنا كالعادة بنقول لو انت عايز تشتغل عشان ما حصلش معك لبس على اي منصة اوبشن يبقى بيرفكت ماني باينانس ولو فيه منصات تانية اي ان كانت عليها مسلا سكريل او بتاع يبقى سكريل وبيرفكت ماني وباينانس هما دول التلات وسائل اللي ما بيحصلش فيهم لغبطة زي محافظ الفودافون والاتصالات وورانج فدي عشان انسب اه عارفة فالناس اللي حابة انها تخش تودع على وتاخد المكافأة اللي هي التسعين في المية تقدر ان هتسجل من رابط تحت ولكن اول حاجة لازم يكون عندك خلفية زي تدول على الاخيرات الصينقية او عندك استراتيجات تقدر تدول عليها تانية حاجة استفيد من آآ زي ما قلنا من البونس الموجود دلوقتي عشان كده انا بقول الناس اللي شغالها على منصات تاني انا اللي برشح لها المنصة دي انها تخش تسجل عليها مش الجديدة لان الجديدة دايما بقول اخش عشان خاطر انك انت ما يدحكش عليك او ما تقعش في مشاكل لازم تكون قديم يعني ايه بخش تدرب على الحساب اللي هو اللي احنا بنسميه الحساب التدريبي لازم تخش على الحساب التدريبي عشان خاطر انك انت تقدر تعرف تدولة لكن الناس اللي قريدي فتحة حسابات على المنصات تاني فرصة انك انت تاخد التسعين في المئة يبقى نولا وطبعا زي ما قلنا بما انها دخلة في السوق الجديد فهيبقى التعامل عليها بسلاسة بحيث انها عايزة تاخد سمعة في السوق انها منصة قوية وما الى ذلك هل المنصة آآ مضمونة مية في المية المنصة جديدة ولسه ما بانش الترخيص بتاعتها آآ في اي دولة وقوتها وما الى ذلك ولكن احنا بنقول يعني اللي حابب يجرب بمبلغ بسيط ويكون اساسا متداولة ده ما قلت تاني عشان محدش قول احنا ايه دخلنا وانت قلت تخشه لأ تكون متداول ويكون آآ هتجرب بمبلغ بسيط على المنصة دي تستفيد بالبونس بتاعها فقط وبعد كده قرر انك تكمل او ما تكملش دي حاجة ترجع لك حسب آآ تعاملك مع المنصة هتشوف الدنيا في ايه يبقى تاني قلنا لو انت حابب تخش يبقى تكون عارف او فاتح حسابات قبل كده على الشركات التانية عشان يبقى عندك خلفية ازاي تتعامل مع المنصة وبينولا مش كوتيكس محدش يقولك اصلي كوتيكس هي اللي فاتح بينولا لأ دي شركة آآ هو السوفتوير ممكن يكون شبيه لكوتيكس ولكن مش كوتيكس نهائيا وده الكلام اللي احنا بنأكد عليه اشوفكم ان شاء الله حلقة جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته